الحقيقة أن أنا لما أسمعك بالصدفة يا محمد غير لما أسمعك بس بس مع محمد في كتلة يعني مجموعة أغاني فأنا بشوف ملف محمد ما هواش جاي من خلال اليوم في غينه أسمعه كتر مسلسل معنا لا ببصلك بلاقيك أنه أنت طبعا مما بقول طيار وغواصه مش عارفة أيها حقيقي لأنك أنت روحت في مناطق بعيد خالص عن الوالد ومع حبك واحترامك لنوع الفن اللي هو بيقدمه وبارعتك قوي فيه بجد والله بارع جدا فيه حلقت بقى في سماوات أخرى وعملت ألوان مزيكة أحلى أنا عايز أكمل لك بقى الحكاية قول لي بقى الحكاية بقى أنا بعد الموضوع ده اللي هو اللي إسعنت لوحدك وشوف ونكلم فلان وعارفة أنت بابا يكلم فلان وفلان وأنا محبش الكلام ده أصلا طول عمري عندي جوايا هدف وقضية معينة وسكة مزيكة معينة اللي مش هيعملها لي مش هشتغل معا طبعا دي 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 اللي أكبر ومركب دماغي يعني رحت لناس معينة الحمد لله ردوا علي يعني ورحت أسمحهم لوجهة النظر أقولوا لي لا 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 إلا أنت بتعمل مش هلو ده يعني إيه كده الكلام ده في تسعة وتسعين تمانية تسعين أقول لي لا ده الموضوع ده السكة دي صعبة جدا اللي هو إيه كنت بادي بإيه لا المزيكة يعني أنا ما بحبش أقول كلمة العالمية قوي بس أنا أنا عندي بحب دايما نطلع بره الميدل إيست يعني أنا عندي خيالات وعندي عايزة وعندك قدرة وإنت بتسمع غربي وأداء بسمع من زمان يا رجل ده أنت فيه مناطق في صوتك تقلب على راي تقلب على اسبانيول عشان بسمع آه بتسمع جامد ثقافات آه كتير ما هي أنا من وانا صغير سبحان الله وإدني بتلقوا ده وحابب ده اللي أنا ليل عليه وأغني عليه آه فكنت كل ما أروح له أحد يقول لي إيه يا ابني اللي بتعمله ده حرام عليك آه مش هينفع كده فأنا بقيت أتحصر قوي مش هينفع إزاي آه لا من لازم تغني زي فلان فلان زي بابا مع احترامي طوال لبابا ده آه قيمة كبيرة وأنا بغنيله بس أبني حاجة نفسي آه مختلفة لون تاني أبني بيها جمهوري يبقى لون أقدمه للناس وبعد كده أنا بابا كده كده هو أنا شربه آه بقى لأ مرة واحد قال لي بيقول لك إيه بغنيه لغنية بس أقال لي يا ابني زع فينا لا 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 والله قال لي زع شعبي كده بيقول لك إيه ما تيجي ننتج حاجة سمعني يا ابني بالجتار كده بقول الملاحن يا عيسى معنك لغنية بالجتار فسمع الجتار استغرب الجتار عانيت يعني أيو استني